اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة ببرنامجكم عشر سكايب حديث عراقي قبل ايام قليلة انتهى مهرجان ما يسمى بالانتخابات المبكرة وما زلنا نعيش وما زال العراق يعيش في اجواء تلك التي يسمونها انتخابات قد جرت بشفافية ونزاهة مثل ما قالوا وعلينا في هذه الحلقات ربما كل هذا الاسبوع نتحدث عن هذه الانتخابات وما جرى فيها ربما علينا اولا نبدأ من قبل الانتخابات تحدثنا في هذا لكن لا بأس ان نتحدث مرة اخرى لان في ذلك تذكير وتأكيد على نقاط اساسية كان الشعب العراقي يدركها لذلك كانت مخرجاته يوم الانتخابات بالشكل الذي كانت عليه هذه الانتخابات استعدوا لها منذ شهور عديدة استعدت لها كل احزاب السلطة كل قوى العملية السياسية والحكومة ومن مقدمتهم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظم وكانت هناك ادوات وقوى دولية واقليمية تعمل ليلة نهار من اجل انجاز هذه الانتخابات بالشكل الذي يوحي للاخرين ويظل للاخرين بانها انتخابات نزيهة وشفافة وتاريخية مثل ما كان يؤكد عليها رئيس العراق الحالي برحم صالح في كل حديث له يقول هذه انتخابات مفصلية هذه انتخابات تاريخية ولا نعرف لماذا انتخابات تاريخية واذا بها فعلا انتخابات تاريخية لانها كشفت كل الزيف وكل التضليل وكل الهراء الذي يتحدثون به واسقطت العملية السياسية مباشرة في نظر كل الدنيا اما الذين يخادعون انفسهم ويخادعون عقولهم ويريدون التضليل مرة اخرى عموما العالم كله المجتمع الدولي يعني حشد وراء اجراء هذه الانتخابات وراء هذه الحكومة وراء مصطفى الكاظمي لكي تنجح هذه الانتخابات بالشكل الذي يريدونه والاقليم كذلك كل الدول المحيطة والخليجية والعربية والاجنبية كلها دعمت هذه الانتخابات وهم يعرفون للأسف الشديد يعرفون ان هذه الانتخابات ستجري بنفس الاليات ستجري بنفس الادوات بنفس الاحزاب بنفس القوى العملية السياسية بنفس الكذب والتضليل والاذى والسوء والفاسدين الذين خربوا العراق منذ 2003 لعدد الآن لكن هكذا اريد لها ان تكون مثل ما يقول برحم صالح تاريخية فجاءت هذه الانتخابات تستعدوا لها بكل قوة وصرفوا للدعاية الانتخابية يعني اموال يعني لا احد يدرك يعني كم كمياتها يعني كانوا يتحدثون في انتخابات سابقة عن صرف مليارين ومليار ونصف في كل انتخابات ربما هذه قد جاول ثلاثة مليار دولار صرفوها عليها لانه حجم الدعايات وحجم الاعلانات وحجم وحجم التضليل الذي رافقها هائل ومهول حقيقة شي لا يعقل الكل كان مشحون هذه القوة كلها مشحونة باتجاه دفع الناس الى الذهاب الى الانتخابات طبعا هم لا يهمهم الناس الذهبوا ام لم يذهبوا هذه طبعا لنتوقف عندها ونقولها وقالها رئيس المفوضي العليا قال ان لم تذهبوا او تذهبوا فهذا لن يؤثر على شرعية الانتخابات والانتخابات ماضية في طريقها اذا ذهبت او لم تذهب لن يؤثر على ذلك لكن لماذا يريدون ان يسقونا الناس الى الانتخابات لماذا يريدون اعدادا كبيرة لماذا يريدون ان يخرج اهل العراق كلهم لكي ينتخبوا هذه الوجوه الكالحة الغرض من كل ذلك دوليا واقليميا واولهم طبعا في الدولية الامم المتحدة وبالاسخارت والامم المتحدة كانت شريكا في هذا الخراب والدمار والاتحاد الاوروبي كان شريكا في هذا الدمار وهذا الخراب وفي هذا التضليل فيها محاولة هذا التضليل كل الدول وحتى وزراء خارجية 12 دولة الذين اصدروا برئاسة وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكا الذين اصدروا في عشية الانتخابات بيانا يعني مشتركا اكدوا فيه دعمهم للانتخابات هم شركاء في هذا التضليل الامم المتحدة ومجلس الامن الذين اصدروا قرارا المجلس الامن الذي اصدر قرارا بدعم هذه الانتخابات والشريك في هذا الخراب الكل حقيقة امروا على العراقين لكي يذهب اهل العراق الى هذه الانتخابات لكي يقولوا ان الشعب العراقي هو من اختارهم لكي تبقى العملية السياسية التي اسستها الولايات المتحدة هذه العملية السياسية الكسيحة التي فرقت العراقين وجعلت هذه القوى تقبل بهذا الدستور الكسيح الذي فرق الناس على اسس طائفية وعرقية وليس على اساس المواطنة كتب بهذه الطريقة وافقوا عليه حتى في الاستفتاء على الدستور البعض يقول يذكر الناس انه لو كنتم ذهبتم الى الاستفتاء عام 2005 لما كان هذه كذبة كبيرة عليه ان يعي ذلك في قضية الدستور عام 2005 نذكر مرة اخرى الذين رفضوا الدستور اكثر عددهم من الذين وافقوا عليه لكنه مرر الدستور وقبلوا به لان هذا الدستور متفقين عليه من قبل 2003 امريكا ارادت هذا الدستور وافقوا عليه كقوى سميت بقوى المعارضة قبل 2003 لذلك جاءوا وطبقوا لانه فيه المحاصصة فيه العملية السياسية في هذه المحاصصة الطائفية والاثنية التي التي اتفقوا عليها والتي مثلت في اول مجلس الحكم في اول سلطة قالوا هي لا تحكم طبعا لكن مجلس الحكم كان خيرا مثال 13 شيعة 5 سنة 5 اكراد معروفين واحد من المسيحيين واحد من الشبك بهذه الطريقة واستمرت هذه العملية لغاية اليوم ودمرت البلاد ودمرت الناس بالفساد والخراب والطائفية والتهجير والأذى وفرقت المجتمع ومزقت العراقين فلذلك ارادوا ان هذا النموذج الامريكي التي قالت امريكا انني ساجعل من العراق نموذج للاخرين ارادوا من هذا النموذج لكي لا لا يقال على امريكا انها انها جاءت بنموذج خراب ودمار على الناس يجب ان ينجح هذا النموذج لذلك على الكل ان يدعمه الهراءة الامريكية موجودة وايران التي تخادمت مع امريكا في هذا الشأن لها هدفها مثل ما لدى امريكا هدفها في ضعاف العراق موجودين فبالتالي الكل تخادموا لكي يتآمروا على الشعب العراقي وايذا بهذا الانتخابات بعد انتخابات قالوا عنها قبل ايام من اجراء هذه الانتخابات المبكرة قالوا انها فاسدة وخربة وكنا نتساءل والناس يتساءلون اذا كانوا يعترفون بان الانتخابات السابقة كلها فاسدة وفيها تزوير وفيها غش وفيها خداع فاذا كل القوى التي تشكلت كل المخرجات التي تشكلت اثرها هي باطلة وغير شرعية وكل الحكمات التي قامت بعدها هي باطلة وغير شرعية كل الاسس التي استندت عليها هذه الانتخابات اذن هي باطلة وغير شرعية لكن مع ذلك وافقوا على هذه الانتخابات وقالوا انها يعني من مطالب ثورة تشرين طبعا ثورة تشرين براء منها وقلناها ونقولها اكثر من مربع ثوار تشرين خرجوا نعم طالبوا بانتخابات مبكرة لكن بشروط باطار اخر اطار ليس فيه سلاح منفلت ليس فيه ميليشيات ليس فيه فساد يظهر قتلة المنتظاهرين يظهر قتلة الناس يظهر السجون السرية يظهر الفساد يظهر الخراب يظهر تبعية العراق وبالتالي كلها يتخلص ويقام وهذه الاحزاب كلها التي شاركت في في خراب العراق وفي فساده لا تشارك في العملية السياسية لكن ما حصله يعني مثل ما يقول المثل البغدادي نفس الطاس ونفس الحمام عادت نفس القوى كلها وبميليشياتها التي تشارك بالانتخابات التي تدعي المنافسة الوطنية الشريفة والنزيهة وجاءوا منفوضية قالوا انها نزيهة وهي منقضات مستقلين وقلنا ونقول انهم تابعين لأحزاب والدليل على ذلك بعد الخروج النتائج اتهموها هم انفسهم وليس نحن بانها فاسدة وبانها مزورة ما هذا المهم الانتخابات وصلوا إلى اللحظة الحاسمة واذا بالانتخابات بدأت انتخابات خاصة القوى الأمنية والقوى العسكرية والقوى الأمنية والعسكرية فضحتهم فضحت هذا الانتماء كنا نقول وكان الناس يقولون وكان العالم كله يقول وقالها أكثر من مرة ان القوى العسكرية لم تكن خالصة ولائحة للوطن لا تشاركوا الانتخابات إذا كانت مقسمة الولاءات فهذه ممكن أن تفرق الشعب ممكن أن تدمر الشعب هذه قوى مفروضة أن تحمي الشعب للسلطات أما أن تكون تابعة للسلطات وتحمي السلطات فهذه لا تشاركوا الانتخابات لكنهم شاركوها وقالوا أنها قوى الشعب قوى الوطن وظهرت الفيديوهات وإذا بكل مجموعة تكتف للحزب معين هؤلاء يهتفون ويقولون نحن أتباع أبو هاشم وهذا يقول نحن أتباع أبو أسراء وريد أن ننتخب أبو أسراء وأؤلاء يقولون أن ننتخب أبو حسن وهذه الأسماء الغريبة العجيبة وكلهم ميليشياويين وريدون أن ننتخبونهم وبالتالي طلعت الولاءات كلها متنوعة لهذه الأحزاب وهذه القوى الميليشياوية وإذا بالانتخابات الخاصة صورة طبق الأصل عن الماضي وإذا بها تؤكد هذا الخراب يعني ربما وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم وألتقيكم في حلقة أخرى لنكمل هذا الحديث إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة